كمنافس ليس من السهولة أن تدير ظهرك له دولة القانون هل تحسب هذا الحساب وهو السيد السوداني أيضا تضع في حساباتها وجود توجه وطموح ومشروع سياسي لسيد السوداني لكن ما يقلق دولة القانون ليس السيد السوداني بالتحديد وإنما هو إمكانية التواصل ومد جسور ثقة جديدة مع التيار الصدري ولذلك الآن حسب المؤشرات أن دولة القانون تركز على بدء صفحة جديدة مع التيار الصدري نعم السيد السوداني قد يحقق مشروعه السياسي نوع من المقبولية لدى بعض المؤيدين ممكن أن تتحالف معه بعض الجهات لكن يعني أنت تعرف أستاذ نجم بالنهاية الموضوع هو توافق يعني توافق أكثر ما هو القضية بقضية أرقام وأن التيار الصدري حصل 73 بقعة بالنهاية طلع معارضة وانسحب من العملية السياسية قبلها أيضا يعني كثير من الشواهد الموضوع يرتبط بالتوافقات السياسية حتى السيد المالكي قال مهما كان الرقم الذي يحصل عليه أي مشروع ما لم يكن هناك توافقا فبالتالي لا يمكن أن يمر أي رئيس وزراء طبعا وهذه الرسالة للسيد السوداني أنا أقول من أن القانون غير قلق من السوداني بقدر ما أنه يبحث عن بدء صفحة جديدة مع التيار الصدري لكي يحكم قبضته ويثبت معادلة الأقوياء الشيعة التيار الصدري ودولة القانون وبالتالي الجميع يجب أن ينضوا تحت هذه المظلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر